نعم فعلا محتاج توعية لابد من زيادة الوعي الوقائي الأمني لدى الشباب وقدمنا مخترح أيضا لوزارة التربية وأن تكون هناك مادة على الأقل فالموضوع معين ضمن التربية الأخلاقية حتى يتم تذقيف وتوعية الطلاب بسن مبكرة من عدم الوقوع وضحايا للابتزاج الالكتروني يتعلمون كيف يأمنون حاسباتهم كيف يأمن موبايله حساباته مواقع الالكترونية الخاصة به كيف يقدر يحافظ على نفسه من أن يكون فريسة للمبتزين بالتأكيد أيضا الشرطة المجتمعية اليوم متواجدة بكل مدارس العراق والجامعات الكليات والمعاد للتوعية بهذا المجال أيضا نشتغل حتى مع عشوخ العشائر نوصل للنساء صعب الوصول إليهم بالقرى والأرياض أيضا نوصل إليهم من خلال شوخ العشائر حتى نثقف ونوعي المواطنين أن لا يكونوا ضحايا ونعمل أيضا مع منظمات المجتمع المدنيين مع الاتحادات والنقابات الإعلامية أو المعنية بهذا المجال كثير نشاطات للشرطة المجتمعية بهذا المجال عقدنا آلاف الندوات والمؤتمرات وبخصوص الحد من الجريمة الإلكترونية وزيادة الوعي لدى المواطنين نشوف نحن بالتأكيد أكو استجابة من المواطنين لكن أيضا بحاجة أكثر لنشوف شبابنا وبناتنا سرعة الوقوع سرعة التصديق وأيضا منح الثقة للغرباء كثير من مواقع أيضا لابد من التنسيق مع الشركات التواصل الاجتماعي عبارة عن شركات ربحية لابد من وزارة الاتصالات تفتح نوافذ تنسيقية عالية للمستوى